السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة السو كروشي انا اسراء عثمان والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ابداع جديد هي حاجة طلبت مني كتير فانا قررت ان انا انفذها لكم باذن الله هي عبارة عن سدر كروشي او كولة من الكروشي بتتركب على حاجات اماش فستين اماش امصان اماش يعني اللي هو الدمج بين الكروشي والاماش طبعا الكولات لها اشكال كتير جدا ملهاش حدود المدور والمربع والمستطيل فهوريكم دلوقتي نموذج مثلا للشغل اللي هو الدمج ده بيكون حاجات شبه كده دمج بين الكروشي والاماش للاطفال وللكبار كمان في حاجة زي كده برضو طبعا دي نمازج هننفذ مع بعض ابسط شكل لها اللي هو ده بالنسبة للمقاسات تقداري تجي بيها من على النت بتكتبي العمر اللي انت عايزه وبيطلع عليك العدد السلاسل والمقاس اللي انت محتاجه دلوقتي بالنسبة للمقاسات اللي احنا هنشتغل عليها احنا هنشتغل لعمر خمس او ست سنين بجيب عدد السلاسل من على النت يعني انا طلعت على النت لقيتهم 128 سلسلة بقسمهم ازاي بقسمهم على اربعة الناتج بيطلع لي 32 اللي 32 دي بعمل كل ضلع عندي 32 غرزة سلسلة ده مقفول وده مقفول وده مقفول وده بيكون مفتوح اللي هو في الظهر اللي هي البداية والنهاية وانا بقفلهم في الشغل مع بعض هنشوف ده ازاي تقسيمة اللي 32 بتوعي هيكونوا 15 و17 بحيث ان انا وانا شغالة انا ببتدي بعمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود يبقى رقم 15 معايا غرزة الزاوية هنشوف ده وهنفهمه بالتفصيل واحنا شغالين تمام كده وبعد كده 32 32 32 32 ودول مجموعهم 32 بس لازم يكون ده عندي فردي وده عندي فردي فعشان كده انا ما قسمتهاش 16 و16 خلتها 15 و17 تمام كده يا رب يكون واضح بالنسبة لعمر اربع سنين كان 120 سلسلة قسمتهم بالشكل ده 30 30 30 ودول مجموعهم 30 15 و15 قد بعد علشان اللي اتنين عدد فردي ده هنلاحظوا احنا بنشتغل لو واحد فيهم لو ده عدد زوجي هتلاقي الغرز مش ماشية معاك منتظمة هتلاقي فيه مشكلة بالنسبة لعمر اربع سنين ده هو المقاس اهو نشوفه كده مع بع ده فانا هشتغل التاني اكبر شوية يا دي على ضغرها اصلا اهي كده وده وهو مفروض بيكون شكله كده وهنشوف بقى الشغل بتاعنا هيكون ازاي وايه الادوات اللي احنا هنستخدمها هنشتغل بخيط ايه هشتغل معاك بخيط اليزا كوتن جولد تقداري تشتغلي باي خيط ينسك اه طبعا مع مراعاة ان انت لو بتعملي الفستان صيفي او الاميس صيفي لو الكبار فهتشتغلي طبعا بحاجات قطن مش مش هتشتغلي بصوف لو بتعملي شتوي فهتشتغلي بالصوف هشتغل معاه بابرة مقاس ثلاثة يعني الخيط ده بيناسبه ابرة مقاس ثلاثة يلا بينا نبتدي قبل ما نبتدي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول باسم الله هبتدي اعمل عقدة بداية بالشكل ده وهشتغل عدد السلاسل اللي عندي الاجمالي اللي هو 128 افضل اشتغل كده 128 سلسلة بعد ما اشتغلت السلسلة بطول 128 جرزة هزود اتنين ودول مش هيتحزبه معايا هسيب الاتنين دول وفي رقم تلاتة هبتدي اشتغل عمود من بداية العمود ده هعد واحد وبعدين هعد 15 جرزة في رقم 15 هحط علامة هعد 32 جرزة وحط في رقم 32 علامة اعد كمان 32 وفي رقم 32 علامة وكمان 32 يعني 3 مرات 32 وبعدين هيبو اخر مجموعة معايا 17 جرزة فدول اول حاجة 15 وبحط علامة من اول عمود عندي اشتغلت كده العمود الاول هرتفع سلسلة هسيب غرزة واروح لللي بعدها اشتغل فيها عمود وبعدين سلسلة اسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود تمام؟ اعمل سلسلة واسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود سلسلة اسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود سلسلة أسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود سلسلة أسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود سلسلة هسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود وسلسلة دلوقتي عندي غرزة تحت والعلامة اللي هي دي رقم خمستاشر تعالوا كده نعد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر معزرة في رقم خمستاشر دي انا حطيت العلامة غلط دي رقم خمستاشر نعد تاني ادي عمود سلسلة ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر السلسلة في رقم خمستاشر اللي هو بسيبه هنا رقم ده رقم خمستاشر هشتغل فيها مجموعة دي رقم خمستاشر هشتغل فيها مجموعة زاوية يعني ايه؟ يعني هشتغل عمود وكمان في نفس المكان عمود وبعدين اتنين سلسلة وبعدين في نفس المكان كمان اتنين عمود ادي واحد اتنين يبقى في الغرزة رقم خمستاشر هشتغل مجموعة زاوية تمام كده؟ هارتفع سلسلة وكل سلسلة بسيب تحتها غرزة اهي بسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود هشتغل سلسلة اسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود سلسلة هسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود هشتغل كده على اتنين وتلاتين غرزة وهاجف رقم اتنين وتلاتين وهرجع لكم تاني. وصلت للغرزة رقم اتنين وتلاتين. اشتغلت فيها عمود وفي نفس المكان كمان عمود. وبعدين اتنين سلسلة وفي نفس المكان عمودين. هدي عمود وكمان عمود. يبقى في الغرزة باشتغل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. بعد كده واحد سلسلة اسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود. وبعدين سلسلة اسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود. سلسلة اسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود. سلسلة هسيب جرزة واشتغل في اللي بعدها عمود اقرر كده لحد موصل برضو الرقم 32 وهرجع لكم عملت العمود رقم 30 والسلسلة 31 في رقم 32 هشتغل مجموعة اللي هي 2 عمود 1 2 2 سلسلة وفي نفس المكان 2 عمود وبعدين واحد سلسلة وبقرر اسيب جرزة واشتغل في اللي بعدها عمود سلسلة اسيب جرزة واشتغل في اللي بعدها عمود وقرر برضو 32 وفي رقم 32 هرجع لكم وصلت عند الغرزة رقم 32 دي السلسلة بسيب واحدة وباروح لرقم 32 واشتغل فيها مجموعة 2 عمود اتنين سلسلة اتنين عمود وبعدين سلسلة واسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها عمود وكمل كده لحد الآخر وصلت لآخر السطر هشتغل آخر سلسلة معايا يعني بعد آخر عمود بعمل سلسلة وباجي قعدل كده الزوايا بتاعتي واقفل في راس أول عمود ومنزلك وده بإبرة التنظيف هنثبته بعد كده هنا هنقفل الجزء ده تمام هعمل ايه دلوقتي هارتفع أربعة سلسلة اتنين تلاتة قبل ما نشتغل الدور اللي جاي تعالوا كده نشوف شكل السدر معانا بقى ازاي كده هو بقى معايا الشكل مربع كده كل جنب منهم اتنين وتلاتين غرزة العمود بالفراب العمود بالسلسلة العمود بالسلسلة ادي كده هدول اتنين وتلاتين اتنين وتلاتين اتنين وتلاتين ومجموع دول اتنين وتلاتين في كل زاوية في مجموعة عندي اربع مجموعات تمام كده يا رب يكون واضح نكمل بعد ما ارتفعت باربع سلسلة اللي هم اعتبار تلاتة سلسلة بمثابة عمود والسلسلة الرابعة اللي هي الفراغ هعمل ايه هروح على العمود اللي بعده ده وهشتغل فراس العمود بالشكل ده هشتغل عمود وبعدين سلسلة اروح على العمود اللي بعده وفراسه كده اشتغل عمود سلسلة وانقل على العمود اللي بعده واشتغل عمود فراس العمود نفسه سلسلة وفراس العمود اللي بعده باشتغل عمود سلسلة في راس العمود اشتغل عمود يعني فوق كل عمود باشتغل عمود وفوق كل سلسلة بعمل سلسلة سلسلة ادي العمود وادي السلسلة وده عمود فبدخل اشتغل عمود وبعدين اعمل سلسلة السلسلة دي هي مسابة العمود ده. يعني انا هنا اشتغلت على العمود ده وعملت سلسلة. السلسلة دي هي العمود ده. هنقل على طول على الفراغ وهشتغل فيه مجموعة. ده الفراغ اللي هو بتاع المجموعة اللي بين اللي اتنين والاتنين. هشتغل مجموعة زيها اللي هو اتنين عمود في قلب الفراغ. بعد كده اتنين سلسلة. وبعدين اتنين عمود في قلب الفراغ زي ما عملت في الجنب ده هعمل في الجنب التاني واللي هو هعمل واحد سلسلة وهسيب تحتها العمود الاول وهاشتغل على العمود التاني وبعدين واحد سلسلة هسيب تحتها الفراغ بتاع السلسلة وهروح اشتغل على العمود وهقرر سلسلة على كل سلسلة وعمود على كل عمود سلسلة واروح للعمود اشتغل عليه عمود تمام كده هكمل كده لحد ما وصل للزاوية التانية وارجع له وصلت عند الزاوية التانية وده عمود فوق العمود هشتغل سلسلة على الفراغ على السلسلة دي وبعدين هشتغل عمود على اول عمود من المجموعة وبعدين سلسلة السلسلة بتاعة العمود التاني من المجموعة بعد كده بروح على طول على الفراغ اللي في المجموعة وبشتغل فيه مجموعة اللي هي اتنين عمود واتنين سلسلة واتنين عمود بعد كده واحد سلسلة مدام خلصت المجموعة بروح شغالة واحد سلسلة زي ما قبلها كان فيه واحد سلسلة السلسلة دي بتاعة العمود الاول من المجموعة اروح على العمود التاني من عواميد المجموعة واشتغل عليه عمود وبعدين سلسلة هسيب الفراغ واشتغل على راس العمود عمود سلسلة واروح للعمود واشتغل عليه عمود سلسلة واروح للعمود واشتغل عليه عمود سلسلة لحد الزاوية دي وصلت للزاوية التالتة اشتغلت عمود وسلسلة اللي هي بتاعت الفراغ وهشتغل على اول عمود عندي من الزاوية عمود سلسلة اللي هي العمود التاني وانقل على الفراغ اشتغل في مجموعة عبارة عن اتنين عمود اتنين سلسلة وفي نفس المكان اتنين عمود ده في كل سطر بكرر في كل زاوية مجموعة زاوية يعني انا كل سطر باشتغل بنفس الطريقة اللي ده هو هو وعند كل مجموعة بكرر نفس الطريقة دي في كل مرة لحد ما بوصل للارتفاع اللي انا عايزين هكمل كده وهعمل المجموعة الاخيرة بنفس الطريقة بتاعت الثلاث مجموعات وهاجي عند القفلة عشان نشوفها نقفل ازاي دلوقتي جيت عند اخر السطر اشتغلت عمود وسلسلة نعملها مع بعض كده اخر عمودة هو وبعدين سلسلة دول كانوا اربعة سلسلة هعد بقى واحد اتنين وفي رقم تلاتة هدخل كده في الورزة وهقفل بمنزلك تمام كده هرتفع اربعة سلسلة وده في كل سطر اللي هم تلاتة كأنهم عمود والسلسلة اللي هي الفراغ الرابعة وبعدين هروح للعمود اللي عندي اشتغل فوقه عمود وسلسلة وهكرر نفس اللي عملته السطر اللي فقت عمود سلسلة وفي كل زاوية باشتغل نفس الزاوية وباجي في الاخر اشتغل عمود سلسلة واقفل في السلسلة رقم 3 بالنسبة لدي بابرة التنظيف باجي هنا كده وبدخلها وبنضفها بابرة التنظيف بحيث ان انا اقفل السطر كده اهو بتقفل بقى بالشكل ده ده بيبقى في الظهر تمام وده شكل المربع معنا اهو كده بتشتغل بقى خمس سطور ثمان سطور عشر سطور المقاس اللي انت عايزة لما بتوصل للمقاس المناسب اما بتكملي عليه فستان بالكروشي او بتكملي عليه بتركبيه على القماش بس كده ده شكله وبنكمل بقى خمس سطور ثمان سطور عشر سطور حسب العرض اللي انت عايزاه فانا هكمل وهرجع لكو مرة تاني ده كده شكل السدر بتاعي بعد ما خلص انا اشتغلت سبع سطور هيكون مناسب جدا لست خمس سنين وست سنين زي ما اتفقنا اه طبعا بعد كده بنركب بقى القماش بتاعنا بالموديل اللي احنا عايزينه سواء فيه كشكشة او لأ يا ربي يكون الفيديو عجبكو واستفدتوا منه لو عجبكو الفيديو عملوا لايك ولو ما عجبكو واش عملوا ديس لايك ولو فيه اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات اشوفكو في فيديو جديد وابداع جديد دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة